السلام عليكم إن شاء الله هنكمل حل كتاب الرائد إحنا في صفحة 123 سؤال رقم 61 بس قبل ما نكمل أسئلة عايزة أوضح حاجة إن أنا لو عندي مجال ممثل بالخط بالألم اللي باللون لسل هفترض إن ده المجال وعندي ملف مستطيل وكان الملف المستطيل موازي للمجال يعني إيه موازي المجال الزاوية اللي بين الملف والمجال بصفر تمام؟ في الحالة دي التاو بتبقى قيمة عظمة ليه؟ في حد ممكن يسألني إزاي يمثل التاو قيمة عظمة هي مش الزاوية اللي بين الملف والمجال بصفر وصين سفر بصفر فأنا هقوله أنا مين قالك إن أنا هاخد الزاوية اللي بين الملف والمجال يبانا لما بقول إن التاو لما أنا بقول إن التاو بالساوي بي اي اي ان صين سيتا أنا ما بقصدش إن السيتا دي الزاوية اللي بين الملف والمجال وما اللي بتبقى الزاوية بين مين؟ بين العمودي عالمجال والملف يبانا إنا عتبرت الجزء الأحمر ده عمودي على المجال فأنا عايزة أحسب الزاوية اللي في التاو اللي بين العمودي عالمجال والملف أظن دي زاوية كم؟ زاوية 90 طيب ماشي لو الملف أصبح عمودي على المجال الملف عمودي على المجال الزاوية اللي بين الملف والمجال بتسعيه بس مش بستخدم الزاوية دي لأن في التاو بستخدم سيتا تانية سيتا بين مين وبين بين العمودي على المجال والملف يبقى أنا باخد الزاوية دي اللي باللون الأحمر والورقة فيه انطباق يعني الزاوية دي بصفر فأنا بتعامل في الحالة دي على إن السيتا بصفر وبالتالي التاو هيبقى بصفر يبقى فيه عزم الازدواج عندي زاوية الزاوية دي ليست بين الملف والمجال ولكنها بين العمودي على المجال والملف أو العمودي على الملف والمجال طيب لما يجي الملف يدور تفرق الزاوية على حسب هو ضار من أنه وضع لو هيدور من وضع السفر تاخد الزاوية كاملة لو الملف ده هيدور من وضع السفر تاخد الزاوية كاملة يعني ايه من وضع السفر؟ هو التاو بتبقى إمتى بصفر لما بيكون الملف عمودي تمام يبقى يكون أن الملف عمودي ده اللي أنا بسميه وضع السفر تمام يبقى لو الملف هيدور من الوضع العمودي يعني من وضع السفر لأن الملف لما بيكون عمودي بتبقى التاو بصفر تاخد الزاوية يبقى الضوران من وضع السفر لو دار من الوضع العمودي 30 خد الثلاثين لو دار من وضع الاربعين خد الاربعين لو دار من الوضع العمودي ستين خد ستين يبدأ اسمه دوران الملف من وضع السفر السفر بالنسبة للملف هو لما بيكون عمودي طيب لو عايز يدور الملف من الوضع الموازي الوضع الموازي بيكون الملف محقق زاوية قيمتها تسعين أساسا لكن لما يجي الدور من وضع الموازي متاخدش الزاوية قد المتممة لها فلو هو دار من الوضع الموازي 30 هتعامل على إن السيتا ب60 طب لو دار من الوضع الموازي 60 هتعامل مع إن السيتا اللي جوه التاو بالمتممة لها يعني هقول 90 ناقص سيتا طيب ماشي نشوف السؤال ده ملف كمع بالشكل السؤال رقم 61 ملف كمع بالشكل يدور في مجال كسفته بي حول المحور فإذا كان الملف يصنع زاوية مع المجال سيتا تكون الزاوية التي يجب أن يدور بها حتى ينعدم عزم الازدواج طيب ماشي أمتى بينعدم عزم الازدواج؟ بينعدم عزم الازدواج لما يكون الملف عمودي طيب والملف ده عامل إيه؟ الملف ده عامل زاوية سيتا محقق زاوية سيتا طيب نقص له قد ايه ويبقى عمودي على حسب الملف ده الملف ده لو هيبقى يتحرك لأسفل هيبقى فضل له قد إيه عشان يبقى عمودي هيبقى فضل له 90 ناقص سيتر لإنه محقق سيتر ما هواش موازي محقق سيتر فلو هو هيتحرك بالشكل ده يبقى فضل له 90 ناقص سيتر طيب أرجع تاني هو ممكن لو الضلع ده هيتحرك لأعلى يبقى ساعدتها الملف ده هيحتاج أنه يمشي الجزء ده عشان يبقى سيتر ليه عشان يبقى موازي وبعدين يرجع يشتغل 90 عشان يبقى عمودي يبقى في احتمال أنه يبقى 90 ناقص سيتر أو 90 زائد سيتر هقولها تاني الملف ده عامل زاوية قيمتها سيتر ليه بقى؟ لأن هنا الخط مش باين خط ده مش باين ده معناه أن الجزء ده مغطي على الخط والجزء ده منخفض يبقى ده شكل الملف طيب لو الضلع ده هيكمل نزول لأسفل وده هيطلع لأعلى يبقى ساعدتها الملف هيدور 90 ناقص سيتر ويبقى عمودي وساعدتها تنعدم عنده عزم الازدواك طيب أرجع تاني افرض الضلع ده هيرتفع لأعلى والضلع ده هينخفض لأسفل ساعدتها محتاجين ندوره السيتر عشان يبقى موازي وكمان 90 عشان يبقى عمودي طب ونعرف منين ان الضلع ده هيتحرك لأسفل ولا لأعلى بقاعدة فيلمين جليان اليسر قادي المجال وقادي الطيار للداخل يبقى القوة دي لأسفل يبقى الضلع ده هيتحرك لأسفل أدم هيتحرك لأسفل هرجع تاني أهو ده هينخفض لأسفل وهو محقق سيتر يبقى فضله قد إيه بعمودي يبقى فضله 90 ناقص سيتر يبقى اختار الاختيار رقم به السؤال اللي بعد في الشكل المقابل ملف مستطير موضوع في مجال ومتصد بمصدر طيار مستمر اتجاه الدوران لو أنا عندي الملف أهو لو الملف دون موجود في مجال فممكن يدور بالشكل ده لو دار بالشكل ده يبقى اسمه دوران مع عقارب الساعة طيب لو دار بالشكل ده يبقى اسمه دوران عكس عقارب الساعة طب مين اللي هيعرفني الدوران هيبقى مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة القوة اللي بتأثر على الضلع ده والقوة اللي بتأثر على الضلع ده تعالوا نحسبها ممكن أركز مع الضلع ده الضلع ده عوق ده اتجاه الطيار فيه للداخل وده للخارج طيب ادي المجال ودي اتجاه الطيار للداخل يبدأ هتأثر بقوة الأسفل طيب نشوف هنا ادي المجال ودي الطيار للخارج يبدأ هتأثر بقوة لأعلى طيب اجي بقى هنا على الشكل ده واقول ده هيتحرك لأسفل وده هيتحرك لأعلى يبقى شد ده الأعلى وانزل بده الأسفل يبقى ساعتها هيدور بالمنظر ده طيب يا طرى الدوران ده اسمه ايه اسمه عكس عقارب الساعة يبقى أنا أختار لاختيار رقم بي عكس عقارب الساعة السؤال بعض يتوقف عزم سناء القطب على إيه عزم سناء القطب بإم دي اللي هو عبارة عن آيان آي في إيه في إن يتوقف على اتجاه الطيار بس والقانون غالي من البي يتوقف على اتجاه الطيار في الملف بس طيب يتوقف اتجاه عزم الازدواج المؤثر على الملف على إيه لا إحنا بنستخدم لكل ضرع بنشوف بيتأثر بقوة شكلها إيه عن طريق الطيار وعن طريق المجال عشان نشوفها يتحرك مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة زي السؤال اللي فات وكمان إن التاو بتساوي بياد يبقى أنت فيها البي وفيها الاي إذن هي بتتوقف على اتجاه الطيار والتجاه المجال اللي اتنين مع بعض طب السؤال اللي بعد يبين الشكل المقابل منظر جانبي لملف مستطيل يمر به طيار وموضوع في مجال ويتأثر بعزم ازدواج تاو أي الأوضاع التالية تجعله يتأثر بتاو على اتنين كيف تتحقق تاو على اتنين لو أنا استخدمت القانون بيان وقلت سين تلاتين سين تلاتين يعني بنص فيبقى إن إحنا عندنا التاو عبارة عن بيان على اتنين يعني نص القيمة العظمى طيب تمام يبقى الملف هيبدأ يدور ده الوضع الأصلي بتاعه هو بقى في الوضع الموازي ولا في الوضع العمودي في الوضع الموازي طيب يدور قد إيه عشان يصنع التلاتين أدام هتدوره من الوضع الموازي فأي زاوية هيدورها من الوضع الموازي مش هستخدمها في القانون طيب أنا عايز أستخدم إيه في القانون تلاتين يبقى أوعد دوره بزاوية تلاتين لأنه لو دور من الوضع الموازي زاوية تلاتين مش هاخد التلاتين وهاخد المتممة ويبقى معاه في القانون صين ستين وصين ستين مش بنص طيب أعمل إيه يبقى يدور من الوضع الموازي زاوية ستين لأنه لما هيدور من الوضع الموازي ستين مش باخد الستين باخد المتممة اللي هي مين اللي هي 30 و 30 هي لبنص يبقى الاختيار الرقم ده يبقى قدمها تدوره من الوضع الموازي فانا هاختار انك تدوره من الوضع الموازي 60 لانه لما بيدور من الوضع الموازي وباخدش الزاوية باخد المتممة لها وبالتالي انا مش هتعامل مع الستين هتعامل مع التلاتين في القانون اللي هتجعل لي التاو بنص القيمة العظيم طيب ماشي نشوف السؤال اللي بعد ملف مستطيل موضوع موازي للمجال خارجي وامور بيه طيار فاذا دار الملف زاوية 30 هقوله استناني بقى الملف دلوقتي موازي فانت عايز تدوره بزاوية 30 يبقى انا مش هتعامل مع التلاتين في القانون هتعامل مع الستين هقول بيان صين ستين اللي هيلاقي صعوبه في الامر ده يتخلص منها بانه يسجل الملحوظة في ورقة ويدبسها للدرس مين هي السيتا وممكن تقع فيها الزيل اي تدوير للملف من الوضع الموازي متاخدش الزاوية اللي دار بيها خد الزاوية المتممة لها عشان هو قال لي دار من الوضع الموازي 30 فانا مش هستخدم التلاتين هستخدم الستين وجرب الستين بالقال حسب هلاقي ما هو البيان ده هي ديتا وماكس الصين ستين بيكان بقى بجزر 3 على الاثنين طيب فيه هنا جزر 3 على الاثنين مرتين مرة تزداد إليه ومرة تقيل إليه فانا اخترت تقيل إليه ليه لأنه كان في الوضع الموازي فكان محقق القيمة العظمى فلو هيدور من الوضع الموازي يبقى القيمة العظمى اللي كان فيها هتقل هتقل بقى دي إيه بقى هتبقى جزر 3 على الاثنين لأن أنا عرفت الزاوية اللي هيدورها كان وجبت الإيه المتممة لها نكمل بقية الأسئلة سؤال رقم 65 ملف مستطيل موضوع عمودي على المجال خارجي بي يمر بي طيار آي فإذا دار الملف زاوية 30 أدام الملف هيدور بزاوية 30 من الوضع العمودي بقى هستخدم الزاوية 30 طيب ساين 30 بنص وعنا عندي اختيارين فيهم نص هختار تزداد ولا تقيل هختار تزداد ليه لأن الملف كان عمودي يعني كانت التاو عنده بسفر فأي زاوية هيحققها طب أفضل من الصف فكانت حدست عنده زيادة في التاو فهقول تزداد لنص التاو واكس طيب السؤال اللي بعده اختار من القاتي ما يناسب حركة السلك في الأشكال القاتية الرسومات دي بتدرب على استخدام قاعدة فيلمينج لليد اليسر طيب علشان إحنا هرعب نتعامل معها هنشوف الشكل الأول شكل ألف إزاي نحقق القوة المغماطسية طبعا أنا هعمل حيلة هنا بس اللي هيستخدم الطريقة بتاعتي يكون حذر جدا هي المفروض أن أنا بحدد القوة المغماطسية بقاعدة فيلمينج لليد اليسر بليد اليسر أنا هستخدم المرادة لليد اليوم عشان أقدر تكون إداية مرتاحة وأنا بحقق القاعدة بس أكون واخد بالي إن القوة اتجاهها عكسه بمعنى قدي إداية اليمين وأقول المجال الأعلى واتجاه الطيار بهذا المنظر فالمفروض تبقى القوة عمودية على الصفحة للخارج فهنا أقول عمودية على الصفحة للداخل يبقى هنا عمودية على الصفحة للداخل يعني هي إكس يبقى ممكن أن نفس قاعدة اليد اليسرى فيلمينجاد اليسرى بليد اليومنا بس أعكس النتيجة طبعا المفروض إن لو هستخدم اليد اليسرى مش هقدر أظهرها تحت الكاميرا فأنا استخدمت القاعدة بس الإيد اليمين وعكست النتيجة قلت المجال الأعلى واتجاه الطيار يبقى اتجاه القوة عمودية على الصفحة للخارج أنا هيعكسها بقى أقول الداخل لأن ما استخدمتش اليد اليسر هشوف الرسمة التانية الرسمة التانية سهلة إن أنا أظهرها فهستخدم اليد اليسر عادي هقول المجال عمودية على الصفحة للداخل والطيار الأعلى يبقى هنا القوة جهة اليسرى يبى هنا اتجاه القوة هشوف الرسمة اللي بعدها المجال الاعلى والطيار جهة اليمين طب احنا عندنا هنا القوة عمودي ع الصفحة للخارج هقول هنا عمودي ع الصفحة للخارج يعني نقطة نشوف الرسمة اللي بعدها المجال قد المجال ودي اتجاه الطيار يبه هنا القوة عمودية على الصفحة للداخل يبه هنا القوة عمودية على الصفحة للداخل طيب هنيجي هنا المجال لأسفل والطيار خارج من الصفحة يبه القوة جهة اليمين يبه هنا تجاه القوة اليمين هنا السلك بيوازي المجال فلا توجد قوة لا يتحرك طيب هنا المجال لأعلى والطيار خارج من الصفحة يبقى الطيار المجال الأعلى والطيار خارج من الصفحة يبقى هنا القوة جهة اليسار طيب هنا المجال في هذا الاتجاه وهنا الطيارة همودي على الصفحة للداخل إذن القوة تجاهها لأسفل يبقى هنا لأسفل نشوف الأسئلة النظرية في امتحان مصر 2016 قارن بين قاعدة أمبير للياد اليمنى وقاعدة فيلمين جهة اليسر قاعدة أمبير للياد اليمنى بتحدد اتجاه المجال الناتج عن مرور طيار في سلك أو ملف دائري أو ملف لو لبي أما قاعدة فيلمين جهة اليسر بتحدد اتجاه القوة المغناطسية المؤثرة على سلك يمر به طيار وموضوع في مجال طيب إذن كل عامة وقف عليها القوة المغناطسية المؤثرة على سلك يمر به طيار كهربي وموضوع داخل مجال هنقول F بالساوي BIL سين سيتا هقول كسافة الفيد شد والعلاقة ترضية شد الطيار والعلاقة ترضية طول السلك والعلاقة ترضية والسيتا سين سيتا والعلاقة ترضية حيث أن السيتا هي الزاوية اللي بين السلك والمجال اذكر عامل واحد يتوقف عليه عزم سناء الكد شدة الطيار ما الوحدة المستخدمة لقياس عزم سناء الكد هقول الام دي بالساوي ايام طيب من الوحدة المستخدمة أنا هقول أن وحدة شدة الطيار الامبير ووحدة المساحة متر مربع يبقى هقول امبير في متر مربع طيب ماشي اذكر وحدتين لقياس عزم سناء الكد هنقول وحدة لسه احنا ايدنا امبير في متر مربع ومنساش أن عزم سناء الكد عبارة عن التاو على البي يعني والتاو وحدتها نيوتن في متر على تسلا البي بالتسلا ان شاء الله نكمل بقية الأسئلة في الفيديوهات القادمة سنواني